السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الآن إحنا بنعرف أن أطباء التغذية والأطباء بشكل عام اللي درسوه من الأربع عقودة والخمس عقود الماضية انفرض عليهم من وين شركات الأدوية وصناع الأغذية صناع السكر وصناع زيوت البذور شركات الأغذية هاي بتدفع اللي بيسموه تبرعات بيدفعوها تبرعات وهي عبارة عن رشاوي لمين؟ لمنظمة القلب الأمريكية لدائرة الغذاء والدواء لجمعية السكر الأمريكية وهلما جرى ولا سؤال لبعض الأطباء ماذا عنك أنت؟ هل تأتيك رشوة مثلا من صناع الأدوية؟ أم درست على يد بروفيسور تم يعني تم إعطاء الرشوة؟ وأنا أرجح الاحتمال الثاني أنه البروفيسور اللي درسك أو البروفيسور اللي درسه حصل على رشوة بطريقة أو بأخرى ليه؟ لأنه من الأسهل على شركات الأدوية إنها تجيب بروفيسور كبير ومعروف وتشتري بشوية فلوس وتشتري بمؤتمر وطرق تلعبهم كثيرة ويصير درسك أنه هذا الدواء من أفضل الأدوية من أفضل الأدوية هل صدف أنك رحت لعند الطبيب وكان يعطيك دواء معين وقال لك هذا الدواء الجديد إيجي جديد ولازم نغير لك الأدوية نغير لك الدواء بنوعه وخذ هذه العينة مجانية واجربها ولما تخلص اشتريها من الصيدلية مش هيك؟ هاي توصيات شركات الأدوية خاصة للأطب المتخصصين الطبيب المختص في يعني الأخصائي بتلاقيه أنا ما بقول كلهم أنا بقول البعض بتلاقيه بيعطيك عينة مجانية بقول لك بعد ما تخلص وحشتريها من الصيدلية ليه؟ لأن الأمراض هذه والأدوية هاي الصيدلي بيصرف لك إياه وبسجل اسم الطبيب بعدين الصيدلي بيبعث قائمة في أسماء الأطباء وقديش انباع وقديش كذا وعمولتك بتوصل وطبعا طرق تلاعبهم كثيرة كما ذكر وإن شاء الله في حلقة كاملة عن كيف تتم رشوة بعض الأطباء وما ننسى إخواني وأخواتي المشاكل اللي طلعونا إياها بسبب البيض والإشاعات والخرافات والخزعبلات حول البيض وشرحت في هذا الفيديو أنا إنه البيض ما منه مشكلة إيه لي سابع سنوات آكل بيض كل يوم كل يوم وقلت لكم في نفس الفيديو أو في فيديو آخر لما فحصت الكوليسترول عندي في القمة بقول لي في القمة هذا موضوع من المواضيع وموضوع آخر طلعونا خمسين كذبة حول السكر مرض مزمن مش عارف إيش مش عارف السكر نوع الثاني مش عارف إيش مش عارف كذا وبارضو بارضو راح أعمل لك فيديو أورجيك الأكاذيب هاي كيف وكيف نقدر نرد عليها طلعونا أكاذيب حول اللحوم مضرة مصيبة هي اللي بتجيب الكوليسترول هي اللي بتجيب الجلطات اللحوم والدهون طبعا وطلعت في فيديو موجود في القناة وذكرت إنه هاي الدهون مفيدة جدا جدا المفيدة جدا جدا الدهون اللي هي الدهون الحيوانية أفضل مئة مرة من زيوت البذور والدهون النباتية والزيوت النباتية والأمور هاي وطلعونا قصة ثانية شو هي السعرات إنت لما تشوف الليبل الليبل بتشوفه على ظهر أي منتج أي منتج اللي هي المقونات أو شو فيه يعني الليبل شو أول شي بيكونوا حطين السعرات ليش؟ عشانها مهمة لأن السعرات لازم تحسبها عشان تخفف وزنك هذه خرافة وأكبر كذبة في تاريخ الطب وبإذن الله انتظروني يعني الأسبوع القادم أو بعد أربع خمس أيام راح تنزل حلقة وبين لك أن السعرات هذه مشكلة يعني قد ما تحسب سعرات ليه؟ الدليل أن الناس أو الإحصائيات العالمية أثبتت أن الناس خففت السعرات بشكل كبير كبير جدا صارت الناس تحسب بالملي لكن من 2002 أو من التسعينات لغاية 2022 نسبة السمنة تضاعفت عشر أضعاف عشر أضعاف هذا المفهوم المردد من ستين سنة لازم نغيره لازم نغيره واللي جابنا المصائب كلها زي ما بقول دايما اللي هو الطبيب أنسل كيز في بداية الستينات يعني هذا هذا سبب كل المشاكل وهو اللي أشعل هاي الفتيلة هو اللي أشعل هاي الفتيلة وصارت الناس أو الأطباء الثانيين يتبعوا عمياني زي ما بقول الـ FDA وزي ما بقول منظمة القلب الأمريكية وزي ما بقول منظمة السكر الأمريكية ما بينفى إحنا نظل نكرر نفس المعلومات نفس المعلومات نفس المعلومات وإحنا عارفين أنه الطيب قاعد بتطور ورح يظل يتطور يعني مثلا كان يقول لك السكر عندك خمسة وستة بالعشرة أنت في مشكلة الآن صار يقوله سبعة إذا عندك الأنسولين أكثر من خمسة وعشرين أنت مصيبة أنت في مشكلة بيكون عندك الأنسولين عالي الآن بقول لك لا أقل من عشرة والأوبتمال القمة ستة مش قاعد بتغير الموضوع فأنت إذا درست مثلا قابل عشرين سنة أو خمسة وعشرين سنة وبرأسك أنه هيك الظل ماشي عليه الظل ماشي على نفس النظام وأول ما يجيك المريض فورا تعطيه أدوية فورا تعطيه أدوية ما بنفع وفي مشكلة ثانية اللي عنده مثلا مشكلة السمنة وبروح للطبيب شو بقوله الطبيب الطبيب التغذية مثلا أو الطبيب العادي بقوله أهم شيء أنك تلعب رياضة وكل زي ما بدك لازم تخفف وزنك عشان تكون صحي المسألة بالعكس تماما يجب أن تكون صحي عشان تخفف وزنك هذا فيه شيء غلط اللي عنده المشاكل السمنة هاي فيه شيء غلط في مكان ما فيه شيء خطأ لازم نصلحه والأول المشكلة أنه بقولك خبص زي ما بدك كل ما بنقول دايما تخبيص وأكل مأكلات سريعة وأكل مش عارف إيش وأكل ما هب ودب وبده خفف وزني ما بينفع ما بينفع بعدين عندي أنا كم سؤال يعني لنفرض أنه فيه إنسان مسن خمسة وسبعين ولا ثمانين سنة ولكنه سمين عنده سمنة هذا كيف العبرياضة بدي أعرف أنا هذا كيف يدي العبرياضة كيف ما هو سمين أولا وبعدين زلم كبير بالعمر يعني كيف يدي العبرياضة هذا فيه سر ثاني وسبب ثاني ممكن يخليه يخفف وزنه أكيد 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 بلاش الأطفال هذول اللي بنولده يعني من ساعة ما ينولده وعندهم سمنة وبلاوي شو ذنبهم هذول وكيف بدهم يلعبوا رياضة بالعقل بالدفع هذا الطفل طفل لسه مولود عمره شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا ستة هذا كيف يدي العبرياضة وهو عنده سمنة وعنده مشاكل اللي أمه قبل ما تخلفه هو في بطنها بدت عنده مقامة الإنسولين هذا هذا وهو داخل بطن أمه من قد أمه ما عندها إنسولين ومن قد ما بتوكل سكر بعدين بدي أعرف أنا بدي أعرف كيف كان شكل الناس في الستينات والسبعينات كيف كان شكل الناس كنت تلاقي سمنة منتشرة مثلا تلاقي السمنة منتشرة في كل الدنيا لا هيك كان شكل الناس في الستينات وفي السبعينات وحتى في الثمانينات هيك كان شكلهم هذا شكل الناس في الثمانينات هيك شكلهم كان ما فيش سمنة السمنة قليلة جدا الآن اطلع حواليك بس اطلع حواليك في المدينة اللي انت ساكن فيها طلع حواليك اقول لك اقلع الصبح مثلا عشان تعد كم واحد عنده سمنا اللي بيمروا عليك في نفس الشارع عد شوف قديش ما كان هذا موجود كله هذا ما كان موجود نهائيا ما كان موجود الان حتى الاطفال الاطفال عندهم سمنا يعني كنا زمان احنا في المدارس في الثمانينات وخمس وثمانين اللي عنده سمنا هذا مشكلة يقجل من نفسه لانه اغلبية الطلاب اغلبية الطلاب ما عندهم سمنا يعني مدرسة فيها ألف مثلاً بتلاقي ثلاثة أربعة خمسة الآن روح على المدارس وشوف هذه مصيبة مشكلة في شيء غلط شو اللي تغير أكلنا كثير مأكلات سريعة تركيزنا على النشويات تركيزنا على كذا وتركيزنا على كذا لازم نفهمهم وزي ما قلت حتى الأطفال بنولد الطفل وهو عنده سمنة عنده مشاكل صحية ماهو فيه سبب لهذه الأمور لازم نفتح عقولنا ونفهمها كمان في بعض الأطباء طبيب بتلاقي عنده المشكلة خلص متبعه خلص هو طبيب لازم تقعد وتبحث طب أنا ليش عندي سمنة طيب ماهو أنا طبيب على الأقل دارس طب وقاعد بعالج الناس ومساعد الناس أنا عندي مشكلة طب مايفكر في نفسه بالأول عشان يحل هاي المشكلة اللي عنده وإخواني وأخواتي اللي عنده سمنة وحاب تخلص منها فيش غير طريق واحد طريق واحد تتعبه تتبعه أو تتبعيه السمنة هاي بتولي وهذا موجود في الفيديو اللي موجود أيضا في قناة زي ما قلت لازم نغير هذا المفهوم المردد من ستين سنة لازم نغيره يطلع فلان أو علان أو أحد الأشخاص يقول لي ماهو الناس لا تحب التغيير الناس ترفضوا التغيير مين قال لك؟ هذا التغيير ضرورة من ضروريات الحياة ضروري ضروري عنا الناس بترفض كل ما لا يشبع دوافعها العاطفية عنا دوافع عاطفية دوافعنا العاطفية اللي بيشبعها بنتقبله مهما كان التغيير ما بيشبعها بنرفضه أكيد مية بالمية هذا علم هذا علم هذا التخصصي عنا ستة عشر دافع عاطفي ستة عشر تحت مضاء يعني هما ستة هما لكن بتفرع بيصيروا ستة عشر بل أخصلك إياهم باربع كلمات شو هما الدوافع العاطفية وإن شاء الله راح أعملكو حلقة إذا طلبتوها في أول تعليق يعني أول تعليق تحلقوا عليه قول آه إحنا بدنا نعرفها شو هي دوافع العاطفية هما ستة بالتفرع بيصيروا ستة عشر وبل أخصلك إياهم باربع كلمات الإنسان مهما كان وينما كان رجل امرأة شاب بنت ولد كله كله في لهم أمرين هذول المهمات جدا في حياته تجنب الألم أو اكتساب المتعة بس أو اثنين مع بعض يعني الإنسان ما بيحب يكون عنده ألم وبيحب يكون يستمتع في حياته من غير مشاكل ومن غير كذا الناس ما بترفض التغيير الناس بترفض أو اللي برفض التغيير اللي بيستفيدوا من عدم التغيير صح اللي بيكون مستفيد من عدم التغيير هذا اللي بيقول لك تغيرش ما تغير هذا الطريق الأسلم هذا الطريق الصحيح عشان هيك بنقول لازم نتغير لازم نتغير هذول اللي بنظروا التغيير هذولا فيه علم اسمه علم صناعة الجهل ونحن أعملكم حلقة عنه علم صناعة الجهل فيه ناس بدهم إياك ما تعرف فيه ناس بدهم إياك تضل مثلا إيش مش عارف الموضوع الفلاني ولا تبحث ولا تدرس وهذا رح ينزل الفيديو إن شاء الله اسمه خطورة صناعة الجهل ونشر التفاهة هذا فن 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 سياسات سياسات إلها متخصصين وعلماء نفسه مش عارف إيش عشان يتممون وهذا موجود مش مش موجود عشان هيك بقولي يا أخواني نتغير ونتعلم على قدر المستطاع قد ما قدرنا نتعلم وإنت الآن عندك الأمر سهل بدك تحضر فيديوهاتي اللي موجودة في القناة ماشي ادخل على جوجل وحط الموضوع اللي بالدكية باللغة العربية أو باللغة الأجنبية لكن الأفضل اللغة الأجنبية وبعدين ترجم الصفحة على جوجل اكتب اللي بالدكية اللي بالدكية بتلاقي جوابه وبتدرسه وبتعرف معلومات عنه بدك تعرف البطاطا قديش فيها سكر وقدي فيها ناشا بس اكتب البطاطا بالانجليزي بس تطلع لك كل التفاصيل العلم مش مخبة هسا اللي متاح إنه ما كانش متاح قبل هيك أو قبل أي فترة من الفترات من الزمان الماضي ما فيه وإن شاء الله الفيديو القادم كيف تتم رشوة بعض الأطباء كيف تتم رشوة بعض الأطباء وعطيكم الطرق المختلفة اللي ممكن يرشو فيها الأطباء حتى يخلوا دايما الشخص المريض محتاج للدواء لأنه إذا توقف هذا شركات الأدوش وين تروح بتسكر بتسكر أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسد ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان أنه ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه فيه شيء أهم من اللي راح تستفيده من أي فيديو الأهم أنه شو راح يفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل لهذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code و The Bates Code وأوبسيتي Code والدكتور جون يتكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White and Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لاستيج من أمريكا أخصائي الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأي وبرأيي الشخصي هذا الكتاب Metabolical هو بالنسبة إلي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله رح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير الذي تفعله سيرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر